اشتركوا في القناة 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 وهم نحن بقلب البوس نزلونا لقينا حالنا بقلب صحراء وسكنة عسكرية في مهاجئ ريحونا لثاني يوم ما عرفت شو هي وين هي ما عرفنا وين هو مسكر يعني ما مبين شي نزلونا ريحونا لثاني يوم ثاني يوم ملبسونا ببلاد عسكرية وصالوا يدربونا على البارودة وعلى البكسين وعلى الدوشتة وصرنا ندرب فيهم يعني رمينا فيهم رمينا لهذه الأسلحة ورجعونا بعد أسبوعين ضلينا أسبوعين ويني عم يدربونا رجعونا لنفس المنطقة لنفس النقطة عند الجندي المجهور نزلونا وقارووا عبنكم يوم قالي أنا بتصعيل فيه بعد أسبوعين تقريبا وعشرين يوم اتصل فيني قالي بدي شوفك بالحارة شفته بالحارة قالي فرزناك بدنا نأخذه ببرة الصبح تعال معي بدي أخذه جهز حالك الصبحيات لح أخذه أكمل قلت له ثاني يوم الصبحيام ركبت معه للسيارة ورحنا أخذني بين الجسر التالت والرابعة أعطري المطار عند مفرق المستعبو في حاجة زوني في الترجوة تقريبا هيك شي أربعمائة خمسمائة متر أو أكتر شوي فالزبط يعني تقريبا هين في فيلا هنيكة قاعدين فيها قاعدين فيها كان فيه هو أب عبد الله شراف وفي واحد بيلوله عبد الكريم وواحد بيلوله أب حبيب وزي الفقور هنه هنيك مسؤولين يعني طيب هاذ شو عنددنا أسماء اللي الحاجز اللي كانوا على الحاجز يالي على الحاجز محمد المزاحن وعلي قاسم ووسامة عامن وحمزة مصطفى وحسن السيد وفيه أبوه سمير السيد وفيه اثنين نبنانية واحد اسمه علي الحاجحسان واحد اسمه علي المصري هذول من الحزب الله هذول؟ ايه من الحزب هذول وفيه واحد اسمه سامر عرّوه هذا من من الزهرة من حماس هذول كانوا معي ايه كلياتنا من نفس الطايفة ايه كلمة ايه قالوا لي تعود حراسون انت ايه 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 بعد ما طالعوني على الحاجز سلموني سلموني دوشكا سلموني دوشكا محمولي على سيارة ميه كان مستلم الحاجز وعلي وشو الجرام اللي اختبت على هذا الحاجز الموجودين على الحاجز سبعة اثمانة يعني نحنا هذول الموجودين عدت لك اسمينهم ايه ايه انا اصدد جرامي من ارتكبت الحاجز جرام يعني مين هذول اللي ارتكبت الجريمة بالاسماء نفسهم هذول السبعة كلهم اشترطوا بالجريمة ايه ايه اي و و و و و و و و inning انتعتمك من اشتري ايه ماذا حدث؟ ثلاث شباب في سيارة و معهم بنتين بنتين نسوان نزلناهم من السيارة قتلناهم للشباب الثلاثة والبنات أخذناهم قتلتوا على الخارج قتلتوا على الرصاص الرصاص قتلناهم و أخذنا البنات على الفيل و اغتصبناهم للنسوان النسوان اللي أخذتوها تنتين النسوان اللي أخذتوها على الفيل بعد ما اغتصبتوهم كيف معتو؟ قتلناهم رمي درصاص قتلنا رمي درصاص قتلناهم قتلنا نفوت حملات معهم المؤازرة ندخل رتل معهم اغتحان مع الأمن على عدة مناطق في طريق المطار على طريق المطار مثل الشبعة الحتيتة يعني على طريق المطار امتداد طريق المطار شو هو يا سبع بقوفك مع النظام و قتل أهل بلدك من السنة نحنا بنعرف إنه السنة والشيعة والدروز كلها عادنا أخوة بهي البلد لكن شو يعني ليش وقفت مع النظام و اختكبت هاي الجرائم يلا ترفت فيها والله غلطت غلطة يعني لعوبي عقبه عقبه و قاعدوا طالعوني من السجن و قالوا لي إنه بقى ما تكفي عن رب السجن و قالوا إنه إنه إذا بتقتل واحد سنة إلا تسواب الجنة و إنه هذول اللي قتلوا الحسين و قتلوا أهل البيت و مالهم و نسوانهم و بيوتهم و أملاكهم كلها حلال إلكم يعني محلل إلكم هذا الشيء و قتلهم حلال طالبي حل الانت بعد ما أصبت قبلة الجيش الحال شو بتوجه كلمة صبيرة لشبيحة ست زينة يقولون يرجعوا لربكم هذا النصان فاسي وكاذي والشغلة بوقت التتعلق بكرسي الرئاسة ما بتفرق معهم لا مسلين ولا شيعي ولا سني ولا درزي ولا مسيح المهم نفسه لهم نفسه بس على هيك قدمنا النصيحة طيب مع كل هالجرائن اللي بتكتبه والعالم اللي قتلت والنسوان اللي اقتصبتون يعني انت كيف تدعك تقابه يا ربا فكرة بطلب من الرب العالم ينسامحني ويغفر لي بطلب من الأمهات أمهات الشهدائي السامحون بيغفروا لي تماما امهات الشهدائي السامحون 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 امهات الشهدائي السامحون